اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل حاجة نفهمها كل حاجة نقولها ان شاء الله بإذن الله نفهمها قبل ما ادخل في جازم المضارع نبص هنا كده يا جماعة مع بعض دي كلمة ايه دي كلمة كتبة طب ودي كده كلمة ايه كلمة يكتب طب ودي كلمة ايه اكتب تمام حد يارف يقول لي مثلا الناس تمعانا ها اني واحدة فيهم فعل مضارع هل كتبة ولا يكتب ولا اكتب يعني فعل مضارع يعني ايه يعني فعل فيه استمرار يبقى يكتب زي باسترحمة قال صح يبقى يكتب ده فعل ايه فعل مضارع افهم بقى من كده ان الفعل مضارع لازم يكون اوله يا يعني لأ استنى بص تحت كده على اللي مكتوب بالليسود اكتب نكتب يكتب تكتب ايه ده يعني كل دي افعال مضارع ايوة يعني الفعل مضارع ممكن يبدأ بهمزة قطعة عادي اللي هي ايه الف عليها همزة كده زي ما انت عارف وممكن يبدأ بنو وممكن يبدأ بيه ممكن يبدأ بيه بتاق فاحنا نشيه من الدماغنا ان الفعل مضارع لازم يكون اوله ايه اوله يا لا ممكن يبقى اوله الكلام اللي انت شايفه ده يعني مثلا كلمة تنمية دي هل الكلمة دي فعل مضارع قالك لا دي مش فعل مضارع طب ليه مستر ما هو انت لسه قيل ان كلمة تنمية اولها تيها هي وهنا برضو المضارع ممكن يبدأ بتاقي بديك يا فعل مضارع لا استنى بقى انا كاتبت كلمتين دول عشان فيه طلاب كتير او يغلطوا فيها اللي هي كلمة مثلا تنمية تواصل توفير دي اسماء مش افعال طب ليه جرب كده تحط لها الف ولم في الاول التنمية عرفت تنطقها عرفت تنطقها ها التنمية اه عرفت تنطقها تبقى اسم طب جرب كده في دي التوفير عرفت تنطقها اه عرفت تبقى اسم بس هي شبه الفعل لكن لو انت جيت هنا قلت ال يكتب فيش حاجة اسمها ال يكتب يبقى فعل هو انا بقولي الكلام ده ليه انا بقولي الكلام ده لساعدتك عشان قبل ما تستخرج الفعل المضارع لازم الاول تسأل نفسك هل الفعل المضارع اللي قدامه عنيك دوت هل يقبل الالف واللم لو ايه الالف واللم يبقى مش فعل مضارع ده هو ايه اسم يبقى انا دلوقتي لو جربت الالف واللم هنا كل الكلام ده مش هينفع يبقى ده فعل مضارع وده وكذا برضه دوت ودوت كل دي كاقف عن مضارع النهاردة بقى نتكلم عن ايه عن جزم المضارع بنسمع كتير الناس بتقول فعل مضارع مجزون طب امت هاقول فعل مضارع مجزون بص بقى اركز بقى في اللي هنقوله لم ولما 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 ولنا شايف اللي اربع ادوات دول بيجزموا المضارع وانت صغير كده خدت حاجة اسمها حروف جر حروف الجر كبتابي ليه بتجرر اللي بعده حرف الجر بعده اسمه جروه انت دلوقتي خدت برضه اربع ادوات بيجزموا اللي بعدهم لم ولما 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 ولنا ولنا هيا خلي بالك بقى النحو مش زي ما الناس كلها مسترحة بتقول ان هو فهم بس لأ مهو انت لازم تبقى حافظ دول يعني انت لو مش حافظ ادوات جزم المضارع ازاي هتستخرج المضارع فانت اول خطوة وانت قاعد دلوقتي بتسمعني اهو احفظ ايه ادوات الفعل المضارع ايه ادوات جزم الفعل المضارع لم ولما 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 دول بيعملوا ايه بيجزموا عايزين نفهم بقى ناخد بقى مثال عشان نفهم الكلام ده يجي ازاي المثال مثال الاولاني اللي انا جيت قلت ايه محمد او محمد لم يذاكر اه دروسه مثال اه المثال دوت هل هنا كده يا جماعة في فعل مضارع هل محمد فعل لا طب يذاكر فعل ايوة اه ما ينفعش حتى اقول اليو ذاكر بها هي كده فعل تمام هل قبلها حاجة تجزم انت شايف اه قبلها لم لم دي اداة جزم يوم انت كاتب ايه هنا بقى فعل مضارع مجزوم تمام طب عايزين نسال كمان لو انا جيت قلت مثلا عزمنا عزمنا على السفر ولما ولما نسافر ها ها محمد هل انت شايف ان هنا كده في فعل مضارع مجزوم نسافر نسافر ولا لما لا دي اداة الجزم ايوة ممتاز بص قالك ايه دي اداة الجزم ملكش دعا بيها وما انت ديك دعب ايه باللي هو اللي جنبها اللي هو الفعل مضارع اللي هو نسافر يبقى لما دي اداة جزم الفعل مضارع ونسافر فعل مضارع مجزوم طب عايزين نسال كمان لو انا قلت مثلا لتجتهدوا لتجتهدوا في دراستكم جميل اوي الكلام ده لتجتهدوا في دراستكم هل هنا في فعل مضارع اه تجتهدوا وما الايه اللي لازق فيه دي الاولانية دي دي اسمها لام الامر اسمها لامل ايه الامر ايه لام الامر دي انا ممكن رجاء امورك وقولك ايه مثلا لتجتهد لتذاكر لتفتح الباب لتغلق النافذة وهكذا فهنا دي اسمها لامل ايه لام الامر لام الامر دي بتعمل ايه ما انت حافز بقى انت حافز يبقى تجتهدوا فعل مضارع برضو ايه مجزوم ليه جماعة مجزوم الناس اللي شايفاني قالك عشان دي اسمها لام الامر طب وهنا ده مجزوم عشان فيه لامة طب وده مجزوم عشان قبليه ايه لم طيب اخر مثال لو انا جيت قلت مثلا لا تقصروا او ممكن نقول ولا تمشي نحط كده بص خلي بالك هحط قصرة تحت الشين ولا تمشي في الارض مرحة مرحة هل هنا في برضو كده يعني فعل مضارع مجزوم ايوا في فعل مضارع مجزوم ليه بص كده بقى معايا قالك ما دي لان بينهاء انا بانهاج بقولك ما تمشيش الربنا بقولك ما تمشيش في الارض مرحة يبقى تمشي ده فعل مضارع مجزوم المسال الاولاني يذاكر ها يركز يعني اعيد تانية اه لم طب ونسافر فعل مضارع مجزوم هنا مثلا عندي لم الامر يبقى جزم الده تكتهده يبقى الارباح دول بتكتهده ويتمشي فعل مضارع مجزوم بس إحنا كل ده ما قلناش مجزوم بإيه قال لك بص بقى أنت قطالب كده بتيه كتير قوي حتهم أي ليه فعل مضرع مجزوم وبعد كده بتقول تقلف بقى فتحة قصرة مش عبيه لا عشان ما نقلفش هم ثلاث علامات للجزم ما فيش غيرهم احفظهم بقى قال لك بص يجزم مضرع بإيه يا إما هتقول فعل مضرع مجزوم بالسكون يا إما هتقول فعل مضرع مجزوم بحذف النون يا إما هتقول الثالثة فعل مضارع مجزون بحذف حرف العلة جميل أول إيه ده هم دول بس كده اللي فيجزون طمع يبقى أنت دلوقتي أول حاجة احنا عملناه إيه يا جماعة حفظنا إيه أدوات جزم المضارع حد يعرف يقولهم لي ها بص هنا كده احفظ الأول دول لم ولما ولما الأمر ولما هي لو ساعدتك شفتهم في قطعة النحو تكتب إيه فعل مضارع مجزون طب مجزون بإيه بواحدة من اللي انت برضه وتحفظهم دول يا بالسكون يا بحث في النون يا بحث في حرف العلة طبعا المفروض دلوقتي نعمل إيه أقولك بقى تكتب إمتى بالسكون وإمتى بحث في النون وإمتى بحث في حرف العلة نمسك أول مثال محمد لم يذاكر هل ساعدتك شايفي أن هنا فيه تغيير في الفعل اتغير فيه أي حاجة يذاكر مكتوب عادي يذاكر يبقى ده كده اسمه فعل صحيح ما بوجه حروف علة ماشي يذاكر طب وهنا نسافر برضه فعل مضرع مبزون بالسكون لأنه مفوش أي تغيير طيب بصلي هنا كده على الرابع سيبي التالت دلوقتي بص كده على الرابع لا تمش هو أنا كاتب آخر حرف شين ولا شين يه ها سمعتك هو شين بس صحي كده يعني اليه اللي هنا إيه اللي حصل لها اتشالت مو بص بقى في حاجة عندك في النحو اسمه حروف العلة اللي هي إيه بقى حروف العلة اللي هي الواو والألف والي اللي هي حرف الواي واو ألف يا دول لما موجودين في آخر حرف في الكلمة لازم أنت تشيله ولما تشيله هتقول مجزوم بحاسف حرف العلة تعالوا نجرب كده الكلام ده يعني بيتنطق بس مش تقول بيتنطق عادي لأن أنت مش تقول إيه مش هتيه بتتكلم وتقول ولا تمش لا أنت عادي هتحط كسرة بدلها الكسرة بتنوب عن اليا والضمة تنوب عن الواو والفتحة تنوب عن الألف فهقول ولا تمشي عادي بس مش اكتبها ما هو حاسف حرف العلة أيوة يعني برضو أنا لو عايز أعرف كلمة تمشي عاربها ايه فعلي مضار ما له بقى مجزوم طب مستر عرفت أنه هو مجزوم عشان قبليه لا لأنها هي دي بتجزم طب مجزوم بالسكون لا بحاسف حرف العلة ليه لأن أنا مش كذبه أما أجاولك لتقضي بين الناس بيلحق أخيرها ضاب ما هو برضو مجزوم بحاسف حرف العلة طب أنت كتب بقى مجزوم بايه بحاسف النون دي بقى عشان نفهمها بص في حاجة عندنا اسمها الأفعال الخامسة إيه هي الأفعال الليه الخامسة أفكرك كده بيها على جنب وعلا كنا نمسحها لأنك لازم تفهمها الأفعال الخامسة قال لك بص ناس كتير فاكتين الأفعال الخامسة وبقى لعنك خمس أفعال لا هو أي فعل مضارع اتصلت بيه وهو الجماعة ألف الاثنين يأ المخاطبة وهو الجماعة ألف الاثنين يأ المخاطبة مش فاهمين حاجة ناخد بقى كلام عشان نفع بص هو مش يلعب ده فعلا مضرع ايوه تمام بص بقى لو مكتوب في الكتعة كده يلعبون مش دي اسمه وقو جماعة ما هو يلعبون دي بتتقلعق الجماعة يبقى ده كده اسمه ايه فعلا من الأفعال الخمسة ماشي طب لو اتصل بيه ألف اللتنين يعني مثلا لو هي يلعبان هل برضو ده يبقى اسمه فعلا من الأفعال الخمسة اه تمام ما هو الأفعال الخمسة يتصل بيه وأبو الجماعة او ألف اللتنين اللي هي بتاعت المسنة محمد وآحمد مثلا يلعباني مش عارف في الحضير يبقى هنا ده كده اسمه فعلا من الأفعال الخمسة او مثلا تلعبين دي كده اسمه أفعال خمسة تمام اول ما ييجي قبلها أداة جزم هتقوم انت عامل ايه بص هتشيل النون هتشيل النون وهتقوم مجزون بحس في النون تعال كده نجرب كده عن مثال اللي ورقم ثلاثة ده تعال بص كده قبل ما يدخوا عن مثال الثالث انا هقولك تاني الأفعال الخمسة اللي هي ايه اي فعل مضارع اخره بقى الجماعة ألف اللي اثنين يا امو خاطب يبقى الأفعال الخمسة اي فعل ايه اي فعل مضارع اخره بقى الجماعة ألف اللي اثنين يا امو خاطب تعال نجرب كده لتكتهدوا عايزين نعاربوا دي اسمه ألامل ايه ده ما الأمر ما أنا بأمورك بقولك لتجتهد في دراستك يبقى ده فعل مضارع مجزون بإيه بقى بحسف النون حتى أنت بص هي تجتهدوا أصلاها تجتهدون فنون تشات فبقى اسمه فعل مضارع مجزون بحسف النون لأنه فعل من الأفعال إيه الخمسة تمام بس في حاجة مهمة جدا جدا بص كده حضرتك كده المثال اللي هنكتبه ده لو أنا جيت قلت مثلا لا تقم للصلاة وأنت كسود ماشي إيرانت كده المثال لا تقم للصلاة وأنت كسود تمام هل هنا مستر أحمد حضرتك شايف أن في أداء من دول من اللي بيجزموا المضارع في المثال ده في مثلا في المثال ده لم أو لم أو لم الأمر أو لن هي أو أي حاجة لن هي لن هي أهي بنهاج بقولك ما أخلي بالك لو أنت من الناس المحتارة بقى هي إيه لن هي وإيه الفرق بينها وبين لن فيها لن هي هتحس إن هي بأمورك بحاجة تحمل بينطياتها معنى الأمر يعني أنا هنا بصد لا تقم للصلاة وأنت كسود إيه ده ده أسلوب أمر لأ ده أسلوب نهي هو أشكل الأمر إنت حاس إنه بأمورك بس طالما فيه لا يبقى اسمها للإيه لن هي طب يا لن هي دي يا جماعة بتعمل إيه قالك ركز بقى معي لن هي دي بتجزم طب تقم ده مش هو أصله تقوم هو المفروض يقول لا تقوم كلام اللي هنقوله ده مهم أهو جماعة نركز فيه كلمة تقوم أصلها إيه تقوم طيب بصي لي بقى ركز بقى في اللي أنا أعمله ده آخر حرف ده الحرف اللي قبل الأخير هل هنا فيه حرف علة واو أو ألف أو إيه هنا أو هنا في واو أو ألف أو إيه في واو في واو إيه صحي كده إيه اللي حصل لها لأن هي دي عملت إيه شالتها شلت حرف العلة فبقت لا إيه لتقوم كده على طول صح؟ من المنطقي إن انت تقول فعلا مضارع مجزون بحث في حرف العلة لأن انت فعلا حزفت حرف العلة قال لك بس الكلام ده غلط أمي ليه هتقول فعلا مضارع مجزون بالسكون إيه ده بالسكون ليه ما إحنا يا مصر شيرنا حرف العلة اللي هو الواو يعني يا مصر بوقتي أنت قلت هنا ولا تمش شلنا اليه فبقى مجزون بحث في حرف العلة هنا شلنا الواو ليه أقول بالسكون مش المنطقي إن أنا أقول مجزون بحث في حرف العلة قال لك بص بقى لا ركز كده في كلمة تقوم تانية هي كلمة تقوم هي أستاذ ده حرف ساكن وده حرف ساكن فأنت أصلا ما ينفعش حرفين ساكنين يجوا أربعة قال لك إيه فأنت بتشيل ده بتشيل ده كده الواو ده وتحط هنا على طول إيه السكون أيوة طب لن ماجي عرب بقى كلمة تقوم عربها إزاي يعني بص الإعربة تعايب إيه فعل مضارع مجزون اسأل نفسك كده مجزون ليه عشان اللي اللي النهية دي بتجزم ما هو أنت خلاص بقى حفظت أنت حفظت إن اللي النهية دي بتجزم فيبقى ده كده تقوم إيه فعل مضارع مجزون حلو يا أبو مجزون بإيه بقى التب بإيه كده وقف وقف بقى بص هناك كده هيبقى كده مجزون بواحدة من دول يا بالسكون يا بحاس في النون يا بحاس في حرف العل طيب دي مجزونة بإيه قال لك دي مجزونة بالسكون بس أنا مش فاهم دي بقى مستر أفاهمك بقى إيه بطريقة تانية سهلة لو حرف العلة آخر حرف لو حرف العلة آخر حرف هتشيله وهيبقى مجزون بحاس في حرف العلة طيب لو حرف العلة قبل الأخير زي الكلمة دي كده تلوها وهنا قبل الأخير هتشيله وتقول مجزون بالسكون زي ما هنشوف دلوقتي مجزون بالسكون وحزف حرف العلة بص أنا هكتب إيه وحزف حرف العلة ليه بقى منعاً لالتقاء ساكنين منعاً لالتقاء ساكنين هو ايه الكلام الصعب الغريب ده؟ لا ده مصعب هو قصد يقول ان ماينفعش حرفين فيهم سكون يجوا اربعات فانت بتشيل قبل الاخير ماشي كده؟ طيب جميل هو الكلام ده يجي في الامتحان ازاي؟ تعال كده بص كده سنة 2006 مايو بص كده تبور لأولين سنة 2006 جالهم سؤال مهم يا اوي جال لهم ايه؟ اعرب ما تحته خط بص كده شوفها طعف تعملها ولا قال لك لم ياسر في طريق مفروش بالورود دي كده كجملة في وسط ايه؟ قطعة بتاعة 2006 لم ياسر في طريق مفروش بالورود تمام؟ عايزين نعرب كلمة ياسر دي حل بص بقى تعال اخوضها مع بعض واحدة 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 ياسر ده ياسر اللي هي اصلا ياسير يعني لم ياسر؟ فعل مضارع ولا اسم؟ لا ده فعل مضارع تمام هل قبليه حاجة بتجزم؟ لم اه قبليه لم من تحافظ بقى خلاص من الم دي بتجزم فلما تيجي تعريب هتكتب حضرتك هتقوم جاي كاتب فعل مضارع مجزوم عليكم بقى انا هقولي دلوقتي هو ان يكتب اللي احنا قلناه فعل مضارع اهو ماشي مجزوم حل اعمل بقى فاصلة كده واستن مجزوم بايه؟ تعالها لي بقى كده تعالها بص معي ياسر اكتب اصلها فوقها مش ياسر دي اصلها ياسير يامشي يعني ياسير صح؟ هل الرأ ده حرف علة؟ لأ يحرف العلة دي الواو والالف والياء طب الياء دي حرف علة؟ اه طيب هتشيلها فهتبقى ايه؟ ياسر طب حرف العلة لو قبل الاخير شيله لو قبل الاخير شيله وقول مجزوم بالسكون وقول مجزوم بالايه؟ بالسكون اه يعني انا بقول مجزوم بالسكون لو حرف العلة كان حرف القبل الاخير طب لو الحرف الاخير زي تمش كده كان اخر حرف لاي مجزوم بحس في حرف العلة تمام؟ طب عايز انت كمان بقى ايه تزود من عندك؟ انتقاء ساكنين يعني عشان ما يجيش حرفين ساكنين ورا ايه ورا بعض ورا بعض تمام كده غايت هنا تمام طيب بص قبل ما امسح عشان الكلام ده خلاص كده هيتنسح بص لي احد رقتي قلنا ايه قلنا ان لم ولمة 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 الامر ولمة هي بيجزموا بص دلوقتي انا همسح الكلام ده وهنكتب ايه وهنكتب ادوات تانية بتجزم بس دول بيجزموا كم فعل بص كده مستر احمد لم جزموا كم فعل هو واحده صح طب ولا جزموا كم فعل واحد برضه بقى الجملة فقاش حاجة مجزوم ها صح كده قالك بص همسح الكلام ده وهناخد ادوات تجزم بقى فعلين يعني فيه ادوات في اللغة العربية بدل ما هي بتجزم فعل واحد لا دي هتجزم ايه فعلين فعلين غالبا ممكن يجو ورا بعض وممكن يجو منفصلين لهم بسمون فعل الشرط وقاب الشرط اجيب لك امثلة دلوقتي ورا بعض على طول وامثلة ايه بعض عن بعض حده جماعة عنده اينا كده مشكلة قبل ما امثله بسرعة بص احنا دلوقتي عرفنا ايه هو الفعل المضارع وعرفنا ان الضربة ادوات دول بيجزموا لو مش حافظهم ما تلومش الا نفسك تقولش مش عارف ذكر نحو انت مش حافظ بقى ادوات جزم المضارع ولا حافظ اللي هي ايه علامات الجزم فانت اول حاجتين تعملهم ايه تكتب دول دلوقتي وتحفظ دول لان انت هتحتاجهم هتحتاجهم ليه وانا لو مش حافظ لم مش عارف ان ده فعلا مضارع مجزوم ولما واللم الامر ولان اهيه طب مجزومين بايه انا برجع تاني اهو السكون حاسف نون حاسف حرف العلة السكون لو الفعله صحيح حاسف النون لو ملقى فعل الخمسة لو اخره نون وتشالت حاسف حرف العلة لو حرف العلة اخر حرف هتشيره طب مسترحمت لو حرف العلة قبل الاخير هتبقى مجزوم بالسكون زي ما جات سنة 2006 طب تمام سيبك بقى من الكلام ده وتعالا نبص على حاجة تانية كده مع بعضه بسرعة ايه بقى الادوات اللي هي بتجزن فعلين دي بص يا استاذ بس مشكلة بسيطة الادوات وقع فهنزبطها نعتذر جدا تمام بص يا استاذ بص يا بين فيجبها ادوات ه اه ادوات بتجزن ايه بتجزن فعلين ايه بقى الادوات دي احفظ بقى كده وبص انا اكتب ان خالك من الادوات اللي بتجزن فعلين اللي هي ان ان ومن ومتى ومهما وما و أينما وانا وكيفما وأي ايه ده كل ده ا اه قالك كل ديциع ادوات ايه ادوات بتجزن فعلين أيوة يعني دي يا مستر اسمها إيه؟ اسمها أداد جزم تجزم فعلين؟ طب ويهي دي؟ كلهم اسموا أدوات شرط أدوات شرط جزمة لفعلين طب عايزين بقى أمثالها عشان نفهم بص كده معي حوالي لو جيت قلت مثلا إيه؟ متى متى تقد بين الناس بالحق تكن محبوبا؟ ركز بقى كده لو سمحت معي كده في المسال ده قوي بص كده مستر حمد متى تقد بين الناس بالحق هنحط هنا كسرة فهنم يجين أنت متى تقد عادي بين الناس بالحق تكن محبوبا؟ عارف الجملة دي كلها من أول هنا لآخر هنا اسمها إيه؟ اسمها اسلوب شرط اسمها إيه؟ قول معي عشان تحفظها اسلوب شرط طب عشان تبقى فاهم كمان هي ليه اسمها اسلوب شرط إنت لو فكرت بص يعني أنت مشتاكم محبوبا إلا بشرط لما طب قبل أن أنت تقد بين الناس بالحق فعشان كان سموها إيه أسلوب شرط لأنها بشرت عليك حاجة فسموها أسلوب الشرط ماشي لازم تعرف أن أسلوب الشرط بيتكون من ثلاث أجزاء ثلاث أركان إيه هي الأركان بتاعته؟ أهي دي اسمها أدات شرط والفعل المضارع اللي بعدها ده بقى لازم يبقى بعدها على طول اسمه إيه ده؟ اسمه فعل الشرط تمام؟ يبقى دي أدات شرط وده فعل الشرط الحاجة اللي هتحصل المترتبة هيسمها جواب الشرط يعني إيه الكلام ده؟ يعني بص متى تقضي بين الناس بالحق؟ هيحصل إيه؟ تاكن محمول هو ده جواب الشرط اللي هو تاكن ده تمام كده؟ طب هو الكلام ده يفيدني بإيه؟ ما يا باشا يجي لك سؤال في الانتحان يقول لك إيه؟ يقول لك استخرج فعل مضارع أو استخرج إسلوب شرط مبينا أركانه استخرج إيه؟ إسلوب شرط مبينا أركانه طب ما هو دي كده كلها اسماء إسلوب شرط فين بقى أركانه؟ الركن الأول هي اسمها أداة شرط أنا مختارها من هنا اللي هي متى دي؟ ماشي؟ الركن الثاني فين؟ طقض ده اسمه فعل الشرط طب لما أنت طقض بين الناس بالحق تكن يبقى ده اسمه جواب الشرط ماشي جميل يبقى الجملة كلها جماعة اسمها إيه؟ اسمها إسلوب شرط أعرف ده فعل الشرط وأعرف ده جواب الشرط؟ لا ده اسمهم بس يعني ده اسمه تعال نكتب كده ده كده هيسمى بإيه؟ هيسمى فعل الشرط طب ولي ده هيبقى اسمه إيه؟ هيبقى اسمه جواب الشرط طب ولي هناك متى دي اسمها إيه؟ اسمها أداة الشرط تمام؟ واحنا كده يا مستر أحمد قلنا الجملة كلها اسمها إسلوب إيه؟ إسلوب الشرط اسمها إيه يا جماعة؟ إسلوب الشرط جملة كلها اسمها إسلوب شرط إيه ده مستر؟ يعني أي جملة تبتدي بالحاجات دي اللي أنت هتحفظها برضو إن عليها سكون والحمزة تحت إن من متى مهما أينما كل أي جملة هتبتدي معك بكده هتقول عليها أسلوب إيه أسلوب شرط إيه أركان أسلوب الشرط ثلاثة لأنها هيقول لك حدد أركانهم في الامتحان أدات شرطة إيه فعل الشرطة هو جواب الشرطة هنا تمام أعرف بقى دول إيه أعرف دول إيه يعني فعل الشرط يقرأ بيه جواب الشرط يقرأ بيه دائما فعل مضارع مجزوم اللي اتنين اللي اتنين يتعربوا فعل مضارع مجزوم اللي هما إيه اللي اتنين اللي هو فعل الشرط وجواب الشرط طب مستر هو إيه اللي جزامهم مهما متى دي بتجزم فعل الشرط وتجزم جواب الشرط بس بقى مستر أحمد اللي اختلاف بينها وبين اللي فاتوا إيه اللي فاتوا دي بتجزم فعلين عليك نور ممتاز دي بتجزم فعلين اللي هما اسمهم فعل الشرط وجواب الشرط لكن ساعتك لما تيجي تعرب هتقول ده فعل مضارع مجزوم وده كمان فعل مضارع مجزوم طب حد فاكر بقى أو أنا قلت المضارع يجزم بيه ياب السكون يابحث في النون يابحث في حرف العلة تعال نبص هنا هي مش طاق دي أخيرا ضد وهي أصلاً مفروض طاق دي كان فيه وانا شلت ليه يبقى ده مجزوم بيه بحث في حرف العلة بالظبط كده يبقى لما تيجي تقارب أنت هتقوم أيل إيه بقى هتقوم أنت أيل فعل كلمة طاق دي فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة جميل أوي الكلام ده طب وتكن ياب نكتب برضو فعل مضارع مجزوم فعل مضارع مجزوم طب مجزوم بيه استنوا بصي لي بقى هي مش تكن دي أصلها تكن حرف العلة جي آخر حرفة ولا قبل الأخير الواو ها جي قبل الأخير أشيله بس هيبقى مجزوم بالسكون هيبقى مجزوم بالإيه بالسكون ها لأن هو جي قبل الأخير طب مستر أنت هنا ايه المجزوم بحذف حرف العلة ايه وعشان حرف العلة هي هنا جي ايه جي آخر حرف اللي هي كلمة طاق دي فأنا هنا مجا عارب أقول ليه بقى تكون ده فعل مضارع مجزوم بالسكون وحذف حرف العلة منعا للتقاء ساكنين عشان يعني حرفين ساكنين ما يجوشوا ربعة تمام كده تمام طب عايزين جملة كمان مثلا لو أنا جيت قلت مثلا متى تفعلوا الخير بصي لي هنا كده جملة التانية هي متى تفعلوا الخير تسعدوا جميل بكده بص يا أستاذ دي اسمها اسلوب شرط برضه جملة دي برضو اسمها اسلوب ايه شرط عشان متى أو إن تفعلوا الخير تسعدوا ماشي هنا جبنا متى ممكن هي نقول إن يعني تنفع إن عادي ما هي طالما ماشي معك في الجملة مش لازم متى إن تفعلوا الخير تسعد ده اسمه اسلوب شرط هو اسلوب الشرط دي كون من كام روك تلاتة تلاتة والي بعدها ده اسمه ايه اسمه فعل الشرط طب إحنا لما نعمل الخير إيه اللي هيحصل جواب الشرط هتسعدوا يبقى تسعدوا دي اسمها جواب الشرط حلو كده يبقى أنا عندي دي كده الأركان أدي واحد أدي اتنين أدي ثلاث تعالي بقولك تعريبهم إزاي اللي اتنين دول فعل مضارع مجزون ليه ما هي متى جزمت الفعل الشرط وجواب الشرط طب مجزون بإيه بالسكون لا بص واحد بقى يفكر يقولي ده تفعلوا دي أصلها تفعلون والنون اتشالت عشان هي فعل من الأفعال الخامسة فيبقى فعل مضارع مجزون بحس في النون ما انت بتشيلت النون وحطت الألف فيبقى ده فعل مضارع مجزون بحس في النون لأنه من الأفعال الخامسة طب ويتسعدوا فعل مضارع مجزون بحس في النون لأنه برضو من الأفعال إيه من الأفعال الخامسة تمام هو الكلام ده مستر بقى يجي ازاي في الامتحان يعني؟ بص بقى يجي لك الكلام ده ازاي؟ في الاستخراج يقول لك ايه؟ استخرج اسلوب شرط اسلوب شرط ومنت عامل ايه؟ اول ما يقول اسلوب شرط تكتب الجملة كاملة كاملة ايه ده؟ اذا يعني مكتبش بس جواب الشرط؟ هو قال لك الاسلوب كله والاسلوب كامل ها؟ يقول لك حدد اركانه اركانه سهلة اهو الركن الاول متى؟ اداة شرط الركن الثاني اذا فعله؟ فعل الشرط ركن التالت تسعاده دا ديه؟ 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 ديه كده اركان بس كده؟ لا ممكن يجي بشكل تاني وده بيجي اكتر بص لي هنا كده؟ ده ممكن سؤال الربط طبعا كله كله طالب سنوعة ما عم عارفينه سؤال مشهور جدا سؤال الربط دا اللي هو يجيب لك جملتين يقول لك اربط بين الجملتين دول بأداة شرط جازمة اخو بمثال طيب يعني لو انا جيت قلت ياسعة في الخير ده سؤال مشهور جدا امسك كده اخر 20 قطعة كده جمب سنوعة العم لازم بيجي سؤال ايه في الربط غالبا ديه كتير قوي بيجيب لك جملتين هو انا يا مستر يعني اربط ما بينها يعني شير الاقواس خليهم جملة واحدة ايوة مهديل اجابة بقى بص بقى مستر رحمة العمل ايه؟ شال الاقواس احنا هنعملها بنزام خطوات كده جماعة بص كده معايا خطوة الاولى هتعمل ايه؟ هتقوم مسك القلم اعمل الخطوات دي هتحل صح هتقوم جاي متوار الاقواس اهي شلت انا كده الاقواس اللي قدام عنايا دي حل؟ روح بقى حضرتك اختار واحدة من دولتك اللي هيق على الجملة اي اداة شرط جازي ما هتنفع من مثلا جبنا احنا متى نقول من اهو اهو من انا جاي ايه ليه؟ من بص بقى كده رو سمحت ايه لا هيحصل بص لي هنا في فعل الشرط وفي جواب الشرط هلي اسعى فيه حرف علة؟ اخر حرف هنا حرف علة اليق اه اعمل ايه؟ اشيله تبقى من يسع كده بس وتحط فتحة ايه ده وفي حاجة اسمها كده يسعى؟ ده هي دي؟ ما هي دي اللقطة كلها وما لو اجيبها ليه؟ عشان انت تكتبها يسعى؟ لا انت هتشيل حرف العل لما انت بقى عارف ان هو مضارع المجزون بحس في حرف العل فانت لازم انت تكتبها كده طيب في الخير عادي تنزل زي ما هي طيب ده هيبقى جواب الشرط هل اللام حرف علة؟ لا ما احنا حرفين بصة جماعة هم تلت حروف حروف علة وهو ألف ايه؟ اللام دي حرف علة؟ لا طيب الالف اه حرف عل شيله تبقى من يسعى في الخير ايه؟ ينل ينل محبة الناس عادي ايه تنزل زي ما هي طيب نفترض قال لي اربط وبعد ما تربط اعربهم بقى اعرب لي فعل الشرط وعريب لي جواب الشرط غير ما تفكر فعل مضرع مجزون ده ولا ده اللي اتنين فعل مضرع مجزون بس الفرق ايه؟ ان ده مجزون بحصف حرف علة اما ده كان مجزون بالسكون لان هنا حرف علة جي قبل الاخير ها فايبقى اللي اتنين فعل مضرع مجزون انا كده ربطت ايه ما بينه؟ نصعبها شوية ها نصعبها سيني لو انا جت في الجملة اللي قدام عنيك دي تمام؟ وانت جاي عندي يسعى هنا كده ها شططها وانت كاتب ايه؟ انسان يسعى في الخير نفترض الجملة جات كده ها انسان يسعى في الخير ها وهنا عيبها ايه بقى ان انا عملت ايه بص عملت ايه؟ تخلتها صعبة ليه لان انا بديت الجملة باسم وانت متعود ان الجملة تيجي بفعل يعني هي كانت تبقى ساهل قوي من يسعى في الخير يا نالساهل طال لما تلاقي اسم تاني دي بقى برضو ايه تركاية مهمة اول ما تلاقي اسم اعرف ان مفيش اداة شرط غير واحدة بس اللي هتنفع عارف اني واحدة؟ جرب كده لو انت قلت مئين مئين انسان ما يسعى لا ما انت لازم تبدأ مصطر بقى الجملة بانسان تعمل ايه؟ اذا بدأت الجملة ماينفعش تحزف طب تهزرش ماينفعش نحزف هعمل ايه؟ مفيش غير اداة شرطة واحدة بس اللي هتنفع انهي اداة شرط اي هتأيي هنا كده انت حتى منطقين هتلاقي الوحيد ده ايه؟ اللي ايه فهتقوم كاتب ايه؟ اي عايز بقى اقولك حاجة اوما تكتب الاسم اللي بعدها حط كده كسرتين اصلا انت عارف اكيد ان اللي بعد ايه مضافئة ايه؟ يبقى هنا ايه انسان تمام؟ اتعامل بقى مع الجملة عادي نزل بقى يسع خليها يسع كده عادي في الخير يانا العادي بس بس ايه انا كان فيه اللقطة اللي انا بقولك عليها اللي هي بتاعت ايه؟ لو الجملة بدأت باسم مفيش غرقة ده واحدة بس ايه اللي هتنفع اللي هي كلمة ايه؟ اي اي طب فيه بقى كمان تركاية مهمة اوي برضو ماشي؟ كتير مننا ممكن ما يعرف هواش دلوقتي احنا متعودين ان الفعل الشرط وجواب الشرط بيجوا فعل مضارع فانت بتمسك القلم فعل مضارع مكزون فعل الشرط وجواب الشرط فعل برضو مضارع مكزون منزلتك عارف مشكلة الجملة دي بالنسبة لك اللي هيقابلك ايه؟ ان انت ساعتك كما تيجي ببص على اسلوب الشرط اللي قدامك ده ها هتلاقي ان فعل الشرط وجواب الشرط انا جبتهم في زمن الماضي اطعت خلاص طب انت هتعامل ايه بقى هتعريبها ازاي فعل مضارع مكزون اذا كان هي اصلا فعل ماضي ماضي بسيط اوي لو جي فعل الشرط ماضي هتقول فعل ماضي مبني في محل جزي بس احفظ يبقى انت لو جالك فعل الشرط اهو بص هو ايه فعل الشرط ده اللي هو بعد اداة الشرط اللي هو ايه قطع ده اسمه فعل الشرط وده ساعتك اسمه جواب الشرط ودي حضرتك اسمها اداة الشرط يبقى ده اداة شرط فعل شرط جواب الشرط احنا كل الجملة اسمها ايه؟ اسمها اسلوب شرط احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ فجازم المضارع جوا اسلوب الشرط فده كده اسمه اسلوب شرط بقول تاني اهو عدد شرط فعل شرط جواب شرط طيب ده ماضي اعمل ايه اكتب ازاي مستر فعل مضارع المجزوم اذا كان هو ماضي لا مو حضرتك اتقوم كاتب كده بص فعل ماضي مبني في محل جزل تمام طيب ما تيجي بقى نشوف الجملة اللي جات اغسطس 2018 السنة اللي فاتت مش بعيدة جاء لهم ايه بقى بص كده الجملة دي جات السنة اللي فاتت تنمونا قدراتكم تنمونا قدراتكم تحققونا اهدافكم جملة ايه سهلة وبسيطة جاب لهم الجملة ديات وقال لهم اربطوا بين الجملتين دول يعنيها مستر نربط يعني زي ما عملنا هنا حضرتك طيب تعال انا اعملها انا وانت قطوة خطوة اول خطوة روح مسك القلم بتاعك شيل اقواص دي لان انت هتربط بين الجملتين يعني تخليهم جملة واحدة فانت خلاص هتشيل بقى الفواصل دي كده حل اختاري يلا اداة شرط من اللي هناك دول ممكن مثلا تختاري ان ان ماشي نكتب ان هتقوم جاي كاتب اقول اجابة ايه هتقوم جاي كاتب هنا ان تمام فين فعل الشرط اهو وفين جواب الشرط اهو طيب هو مش ده حضرتك اخر وهو نون اكتبه بس من غير النون فهتقول ان تنموا ان تنموا قدراتكم تحققوا اهدافكم ايه ده مستراحل ليش ان ما يعني النون يعني ما هم مضارع ما بزون بحس في النون لانه من الافعال الخامسة ما هم تنمون ده فعلم الافعال الخامسة اللي احنا صرحنا من شوية هنا ده وانا الافعال الخامسة اي فعل مضارع به وهو الجماعة الف اللي اتنين يا المخاطبة بعمل ايه فيه بشير منه النون يبقى ان تنموا قدراتكم تحققوا اهدافكم دي جملة السنة ايه 2018 اغسطس طب تعالى بقى نعريبها ان ادات شرط الجزمة تنموا فعل مضارع مجزون وتحققوا فعل برضو مضارع مجزون والاتنين مجزونين بايه الاتنين مجزونين بايه حاسف النوم تامن لغاية هنا كده ان شاء الله يكون ايه ما فيش مشاكل فيه بقى حاجة مهمة جد اللي هي ايه في حاجة جماعة عندنا اسمها ادوات شرط غير جزمة ايه اللي انا بقوله ب vital يعني ايه يعني ادوات شرط ايه غير جزمة يعني ايه ادوات شرط غير جزمة يعني ادوات شرط مالهش ايه لازم ما بتأثرش في الإعراب ولا ما بتجزمش المضارع اللي موجود اللي هم إيه بقى؟ أهو تعني نكتب كده في أدوات غير جازمة يعني ما لهاش لازمة اللي هم إيه؟ احفظ كده دول إذا ولو ولولا وكلما إذا ولو ولولا وكلما اللي أربعة دول اسمهم إيه؟ اسمهم أدوات شرط غير جازمة يعني أدوات شرط غير جازمة يعني هم آه أدوات شرط والجملة هيبقى اسمها إسلوب شرط بس في الإعراب المضارع مش هيبه مجزون ليه؟ لأن هم من هم شلس ما بيجزموش عن دراف العرب اللي هم إذا ولو ولولا وكلما كلهم عشان تحفظهم إذا ولو ولولا وكلما بيعملوا إيه؟ ما بيجزموش الفعل المضارع لأنها أدوات شرط غير جازمة ناخد طبق مثالين مهمين أوهي فاهموك اللي أنا بقول خوانا دلوقتي مثلا نتعاني من مقارنة كده بين المثالين دول لو أنا جيت قلت إن سمعت شيخ الأزهر في المؤتمر العالمي تسعد حلو كده؟ بص كده بسالة إن سمعت شيخ الأزهر في المؤتمر العالمي؟ تسعد طب لو أنا خلتها بإيه ده؟ وانت راح إيه ده؟ وأكمل الجمل بقى إذا سمعت شيخ الأزهر في المؤتمر العالمي؟ تسعد حلو؟ أنا هعمل حاجة وهشوف مين فاهمي من قصدي إيه؟ هاجي عند تسعد الأولانية دي هحط هنا كده إيه؟ سكون وهنا هحط ضمة إيه ده؟ مش معنى هذا؟ تعال فاهمك بص يا أستاذ إن دي أداة شرط جازمة فعملت إيه؟ هتجزم فعل الشرط وجواب الشرط هتقول لها مستر بدي ده فعل ماضي هيدا مجزوم إزاي؟ ما أنا قلت لك لو ماضي هتكتب إيه؟ فعل ماضي مبني في محل جازمة ممتازة مسترحمة صحي كده؟ افضل ماشي الغات لما تلاقي حاجة مترتبة بص إن سمعت شيخ الأزهر في المؤتمر العالمي هترتب على كده إن إنت إيه؟ تسعد ده اسمه جواب الشرط فأنا عمل إيه؟ حطت عليه سكون عشان هو مجزوم بس كون ليه مجزوم؟ عشان إيه أداة شرط جازمة بص تحت بقى ومتى أنا عمل إيه؟ حطت ضمة ليه؟ أصلا هو مرفوع طب ليه مرفوع؟ لإن إذا أداة شرط غير جازمة فلم تؤثر فيه فهو هنا عادي يتعارب عادي فعلا مدرع مرفوع يبقى مثالين دول يفاهموك؟ يعني إيه؟ طب الكلام ده إيذا بس؟ لا لو أنت حطت لولة لو حطت لولة كلما مش عقق كلهم ملهمش لازمة لكن دول اللي أنا كنت كتبهم هنا ومسحناهم دول دول اللي بيقفروا في الإعراب وبيجزموا المدارع أما هنا إيه ده؟ لا تؤثر فده بقى إيه؟ مرفوع تمام؟ كده إحنا عرفنا أدوات الشرط غير الجازمة حاجة مهمة أول مش إحنا قلنا مصررح من ده اسمه جواب الشرط؟ هلأ أنا هنا حطت فيه؟ كاتب فتسعد ولا كاتب تسعد بس؟ كاتب تسعد بس يا جماعة صحي كده؟ طيب هندخل بقى على جزء مهمة أول متى يجب اكتران جواب الشرط بالفا؟ الكلام شكله صعب بس إنت وركزت هتفهم بص ده جواب الشرط إمتى؟ إمتى لازم تحطله فيه؟ مش بمزاجك يعني ساعات الجملة لو أنت محطتش فيها حرف الفا هيبقى غلق إمتى بقى؟ هو ده اللي هنعرفه دلوقتي خلاص؟ كده هنمسح هو الكلام ده بقى هندخل على حاجة اسمها إيه؟ اكتران جواب الشرط إيه؟ بالفا وده موضوع مهمة أهو يا جماعة عايز تركيز بص كده أهو متى يجب؟ اكتران جواب الشرط بالفا طيب قال لك بص أول حاجة لو جواب الشرط جي جملة اسمية حضرتك لازم تروح تحط إيه؟ فيه طب مش فهمين أي حاجة من اللي أنا بقول تعال بقى إيه نقول بالراحة ناخد أمثلة فتفهم بص كده مثلا لو أنا جيت قلت إيه مثلا؟ من يطع ربه فالجنة مثواء حيل؟ حيل واقعه ده اسمه أسلوب إيه؟ أسلوب شرط احنا بضربنا عليه ده وعرفنا خلاص إن ده اسمه أسلوب شرط أركانه إيه؟ يعني بيتكون من كم حاجة؟ تلات أركان أداة شرط فعل الشرط جواب الشرط تمام؟ قادي أداة الشرط إيه؟ من؟ وقادي يطع فعل الشرط من يطع ربه إيه لا هيحصل؟ فالجنة مسواء ده اسمه إيه بقى؟ ده اسمه جواب الشرط حلو قوي هل أنا هنا حطت فيه حرف الفيه ولا مش حطت؟ ببقى حطت؟ أيوة ليه بقى؟ ممش مزاجي؟ يُكترن جواب الشرط بالفا إذا كان جملة إسمية يعني إيه؟ يعني إنت لو لقيت جواب الشرط أوله إسم كده لازم تحط فيه يعني دلوقتي لو شلت الفيه جملة غلط ليه؟ ما هو إنت يا ابني فيه قاعدة بتقول ساعتك بتحط الفا يُكترن يعني بيلزق يعني حرف الفا كده بالعامية بتحط حرف الفا في جواب الشرط إمتى؟ إذا كان جواب الشرط جملة إسمية فهنا فعلا جيه جملة إسمية هاي طب أنا مش عارف أسطا أنا مستر عنيه جملة إسمية أول ما تلاقي جواب الشرط فيه اسم كده في أوله حط فيه طمام؟ هو لازم اسم؟ ولا فيه أشكال تانية؟ استنى اسمع كده دي ومن أو من يتوكل على الله فهو حسبه إيه ده؟ هو ليه هناك كترن جواب الشرط بالفا ركز معايا إنت لو لغاية دلوقتي مش عارف فين جواب الشرط مش هتكمل فيه تعالى كده فهم دي أداة الشرط من يتوكل فعل الشرط جواب الشرط ده النتيجة مترتبة الحاجة اللي هتحصن يعني إنت لما تتوكل على الله سبحانه وتعالى هيحصى ليه حضرتك فهو حسبك أهو ده كده اسمه جواب الشرط هل أنا حطت حرف الفيه؟ أهو حطت حرف الفيه ليه؟ لأنها جملة اسمية جواب الشرط جي جملة اسمية فلازم غصب عني حط إيه؟ حرف الفيه ماشي؟ طي من يكتهت في عمله فإنه ناجح إيه ده بقى مستر؟ طب إنت هنا حطت لي بقى فيه مع أن دي جملة إنا أخواتها مهو كتير مننا معرفش أن جملة إنا أخواتها جملة اسمية بس دي كده أصعب حالة نقولها تاني كده بسرعة نركز بقى معي متى يكترن جواب الشرط بالفاء؟ مستر هو هيسألني فيها إزاي يعني الفيه دي ما هو يا حبيبي يجي يقولك إيه؟ استخرج جواب شرط مكترن بالفاء ثم بيّن سبب الإكتران بالفاء طيب تعال نجرب كده ده كده اسمه خلاص كده إيه؟ جواب الشرط هل هو مكترن بالفاء؟ آه فهلا مكترن بالفاء أنا شايف الفيه صحي كده؟ هيقولك إيه السبب؟ طول عشان جملة اسمية طب واللي تحتها جملة اسمية طب والجملة اللي هي بتاعة الفاء إنه ناجح جملة اسمية برده ماشي؟ يبقى أنت كده خلصت اللي هي إيه؟ إذا كان جواب الشرط جملة اسمية فلابد من وضع الفاء تمام كده؟ تمام بمناسبة بقى جملة جواب الشرط المكترن بالفاء في محل جزمي كله ما بياخدش بالهم من الجملة اللي أنا قلتها دي في محل جزمي قبل نفتر الجيل ساعتك قال لك إيه؟ استخرج جواب شرط المكترن بالفاء ثم بيين سبب اكتراؤه وبين موقعه الإعرابي فأنت بص أي جملة جواب شرط فيها فيه؟ هتقوله في محل إيه؟ في محل جزمي تمام كده يا جماعة؟ طيب إمتى برضه تاني بيكترن جواب الشرط بالفاء؟ قال لك لو كان جملة طلبية طب يعني إيه كده بقى جملة طلبية؟ كلنا عارفين الطلب عشان نكتب بقى اللي هي؟ عشان بس دي الوقت أمر نهي استفهام تمني تراجي عرض تحديد إحنا عارفين إيه هو الطلب طب بص كده مثال أنا هكتبه ده أينما تجد الحق فكن من أنصاره حل؟ مش ده كده اسمه إسلوب شرط؟ آه اسمه إسلوب شرط فين أداة الشرط؟ أينما طب وفين فعل الشرط؟ تجد طب فين جواب الشرط؟ أهو فكن من أنصاره لماذا كترين يا جواب الشرط بالفاء؟ لأنه جملة أمر والأمر ده أنت عارف إنه اسمه إيه؟ تحط فيها فيه تحط فيه إمتى؟ لو كان الفعل اللي قدامك جامد هو يعنيه فعل جامد؟ فعل جامد إحنا عندنا في العربي أفعال غير متصرفة لا تأتي إلا على شكل واحد ليس مثلاً مش ليس ده فعل لو أنت قد تتبصر في أي كترة تتعلم تليه مكتوب ليس ولا هتعرف تجيب منه ماضي ولا مضارع ولا حاجة هو يفضل سابت كده فعل جامد يعني فعل له صورة واحدة ولا يمكن أن يتغير كلنا عارفين حديث الرسول صح؟ اللي هو من غشنا فليس منا صح؟ فين هنا جواب الشرط؟ فليس منا يجي في الامتحان يقولك لماذا اكترنا بالفاء؟ هتقوله عشان ليس إيه؟ فعل جامد طب يا مستر فيه إيه لأفعال الجامدة يعني غير ليسها؟ نعمة وبئسة وحبذة ولا حبذة وليسة وعسى حضرتك كتبتهم احفظهم دي اسمه أفعال جامدة طيب لو شفت واحد فيهم لازم تحط فيه رابح حالة إمتى برضو مستر أحط فيه؟ بص بقى رابح حالة لو لقيت إيه؟ لو لقيت ما هتحط فيه؟ أو قد أو لن أو التسويف التسويف ده اللي هو سوف لو لقيت برضو واحدة من دول لازم تحط فيه طبعا زي المثال بص كده لو أنا جيت قلت إيه مثلا؟ متى تقرأ التاريخ فسوف تدرك أن القدس مدينة عربية إسلامية تمام؟ اقرأ كده؟ اقرأ باب ومسال ده بلزا تركز فيه؟ متى تقرأ التاريخ فسوف تدرك حطيته فيه أن القدس مدينة عربية إسلامية تمام؟ تعرف هيما كده؟ أدات شرط جزمة فعل الشرط يتعرف فعل مطرع مجزوم فين جواب الشرط؟ أهو لماذا اكترنا بالفاء؟ عشان فيه إيه؟ تسويف يعني إيه تسويف؟ يعني سوفة طبعا مصر لو مكتوب مثلا في مثال تاني قد أحط برضو الفاء؟ آه طبعا يا ابني ما بص إلا أنا كده بالنحمر دي الحالات اللي أنت هتحط فيها إيه؟ الفاء بس أنا عايز أقول حاجة بقى مهمة جدا إذا اكترنا كلام اللي أقول ده مهمة أوه إذا اكترنا جواب الشرط بالفاء يعرى بالمضارع حسب مكانه في الجملة يعني إيه؟ يعني مصر ده عريبه المفروض عريبه في المضارع مجزوم قالك لا استنى طالما فيه فيه؟ طالما فيه فيه ده يتعارب حسب مكانه فيبقى مرفوع الكلام ده أنا هيجلنا بص كده أغسطس 2016 من كم سنة مشبعية جاء اللهم إيه؟ قالهم من يعش لنفسه ها؟ فسوف يند وهم جاء اللهم يعرف كلمة يان فطبعا بص بقى هحلالك طريقة غلطة وطريقة صحة الغلط الأول من أدت شرط جازمة؟ يعش فعل الشرط يبقى فعل مضارع مجزوم وده جواب الشرط يبقى فعل مضارع مجزوم برضه ما وجواب الشرط بييجي برضه مجزوم غلط وما ليه الصح؟ اسمع بقى إذا كترنا جواب الشرط بالفاء يعرض الفعل المضارع حسب مكانه فأنت هتعريبه فعل مضارع مرفوع بالضمة مش مجزوم ولا حاج أخلولك مجزوم؟ لو أنت عايز الفاء ده مجزوم اعمل كده من يعش لنفسه؟ يند اه كده بقى مجزوم ماشي؟ ليه عشان كده بقى جواب الشرط يبقى مجزوم أرجعه تاني مرفوع؟ حط أي حاج اللي عارفة أنت لو حطيت فقات برضه؟ عادي ماشي؟ ده كده بقى مرفوع إذا كترنا جواب الشرط ايه؟ بالفاء يعرى بحسب مكانه في الجملة وطبعا احنا أكيد عارفين بيت ابن مالك لما جمع الكلام ده كله قالك يكترن جواب الشرط بالفاء إذا كان جملة اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد والتسويف تمام ما تجمع علينا كده يا مستر بقى كل الأدوات اللي احنا اتكلمنا عليها أدوات الجزمة والغير الجزمة نحس تبقى إيه كملخص للطالب في الآخر بص يا جماعة هنعمل زي ما مستر أحمد قال كده حاجة بسيطة او يجزم المضارع في ثلاث حالات ردد معاين بيجزم المضارع ايه في ثلاث حالات النهاردة انت اتشرح لك حالتين بس عشان بس الوقت داي اتشرح لك اني حالتين او الحالة اللي هم دول هكتبهم لك وده بقى ملاقص بقى هو لم ولما ولام الأمر ولا الناهية ها تمام دول بيجزموا المضارع بس بيعملوا ايه بيجزموا فعل واحد بس تمام طيب ده الجزء الاولي اللي احنا شرحنا الجزء التاني فيه ادوات شرط بقى جزمة بس بتجزم فعلين جزمة لفعلين اللي هم ايه إنه من وما ومتى ومهما وأيان وتحفظهم وحيثما وكيفما وأنا وما إلى ذلك بس خلي بالك أن الجملة كلها اسمها اسلوب إيه؟ اسلوب شرط زي مثلا أهو نكتب أفكرك بحاجة هو من يكتهد مثلا في عمله ينجح بصراح ما تسأل في الأول قال لي هو فعل الشرط وجواب الشرط لازم يجو بعيد ولا ممكن يجو قريبين ما أنا ممكن أقول من يكتهد ينجح على طول أجبها لك وراها على طول ممكن أبعيده ده اسمه إيه تاني؟ حابر راجع تاني هو دي اسمها أداة شرط ده اسمه فعل الشرط ده اسمه جواب الشرط ودي أداة شرط الجزمة فيا جزم الدو ده يبقى دول فعل مضارع مجزو مجزو تمام؟ طيب المفروض إن إحنا كنا هنتكلم كمام في جزم المضارع في جواب الطلب ماشي؟ في دقيقة كده هنأخذ بس إيه؟ جملة اللي هي متى يجزم المضارع في جواب الطلب دي اللي هي الحالة التالتة اللي إحنا الأخيرة كان عندك نصف تانية سنوي قالك إيه؟ قالك ألن جانبك لقومك يحبوك فاصلة ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك ده كان نص إيه؟ عن ساعتك بص كده هل هنا الجملة دي فيها أداة شرط؟ إن أو من أو متى أو كده؟ فيش أداة شرط صحي كده؟ قالك بص يحبوك ده فعلا مضارع مجزون غريبة أوه مستر هو قال ليه مجزون ده؟ فيش ألا حاجة بتجزمه ولا فيه حاجة من دي ولا حتى فيه لم ولم ليه اللي جزم؟ وده كمان مجزون طب إيه اللي جزم الحاجات دي يا جماعة؟ ركز بها معايا ده اسمه فعلا مضارع مجزون في جواب الطلب يعني إيه يعني جواب الطلب؟ ثلاث حاجات لو في انتو ما يبدأ كده خلص أول حاجة يعني إيه جزم مضارع في جواب الطلب؟ يعني جملة أولها أمر أو ناحي بص كده مستر رحمد الجملة دي ألن أفهمك الأول طب لو أنت ناسي معنى الكلام إيه؟ يعني تعامل برفق عمل الناس كويس هيحبوك وما تبخلش عليهم بحاجة هيسودوك يعني يخليك إيه؟ سيدا عليهم يعني ماشي؟ طيب هنا الجملة ابتدت بإيه؟ أمر طب والجملة التانية ابتدت بإيه؟ بناحي صحي كده؟ وهو ده جزم مضارع في جواب الطلب جملة ما فيهاش قدات شرط بتبدأ الجملة يا إما بأمر يا إما بإيه؟ بناحي لازم إيه ده؟ يعني جواب الطلب عشان يبقى جزم مضارع في جواب الطلب لازم الجملة تبدأ بإيه؟ يا بأمر يا بناحي طيب أنا جايب لك المثالين هنا هنا بدأت بأمر وهنا بدأت بإيه؟ بناحي اللي هو لا طبام كده؟ طيب هل هنا فيه فعلة مضارعة؟ قال إن جانبك لقوامك يحبوك آه فيه فعلا مضارع الفعل ده نتيجة مترتبة على الأمر هل ده نتيجة لده؟ يعني لما عمل الناس كويس يحبوني نتيجة كده؟ آه ده نتيجة لده بس هتكتب فعلا مضارع مجزون في جواب الطلب يعني جواب الطلب ده إيه؟ جملة أولها أمر أو نهي؟ فيها فعلا مضارع؟ يكون فعلا مضارع ده مترتب على إيه؟ على الأولاني تعال نجرب المثال ده ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك هي مش الجملة هنا بتدت بإيه؟ بنهي هو مش الفعلا مضارع ده نتيجة لده؟ يعني أنت لما ما تبخلش عليهم بشيء هيعملوا إيه؟ نتيجة كده هيسودوك يعني يجعلوك سيدا هل دي حاجة محببة للنفس؟ أن أنت تبقى سيد؟ آه شيء محبب اكتب فعلا مضارع إيه؟ مجزون طب مستر برضو لسه بفهمناش على صور المدرسة وإنت ماشي كده بتلاقي جملة وكدت نفسك بتقعد توليد مكتوبة غلط بيكتبوا إيه؟ بيكتبوا كون جميلا طرى الوجود أوه كلنا عارفين بس كله فاكر إن طرى دي إيه ده؟ تهري بس فينا مستر إيه؟ بص يا بيمة وده فعلا مضارع مجزون بحس في حرف العلة في جواب الطلب يعني إيه بقى جواب الطلب ده؟ يعني جملة أولها أمر أو نهل أي جملة أولها أمر أي وإيه؟ ونهل فيها فعل مضارع نتيجة للأمر يعني إنت لما تبقى جميل نتيجة كده إيه؟ أطرى الوجود جميل تمسك إنت الفعل ده؟ تقول عليه فعل مضارع مجزون في جواب إيه؟ في جواب الطلب تمام؟ 2009 جات الجملة دي ويبقى كده إيه؟ تمام سنة 2009 جاء لهم إيه؟ جاء لهم شباب نأسف يا جماعة بس موضوع بسيطة هو خلاص آخر جملة بس كان فهمها 2009 جاء لهم إيه؟ شباب مصر بص شباب مصر حافظوا حافظوا على أرضيها تنعموا ماشي؟ تمام بص بقى تدرب نفسك كده فين فعل مضارع مجزون؟ أهو بص الجملة هنا ابتدت بإيه؟ بأمر حافظوا جملة ابتدت بأمر هتفضل ماشي ماشي لقيت فعل مضارع تنعموا الفعل ده نتيجة أنه أنت حافظت على مصر هتعيش في سعادة يبقى تنعموا ده فعل مضارع مجزون بحس في النون في جواب الإيه؟ في جواب الطلب كنا نتمنى أن نوضح أكتر من كده بس يعني دي شكرا جدا طبعا شرفتنا بستر محمد وماشاء الله شرح سالس ومبسط لكل الطلبة أنا كمدرس انجليزي شمت جدا فماشي أعطى عليك ونتمنى نشوفك إن شاء الله في حلقات قديمة أنا شرفت جدا بالبرنامج الأقوى يعني مدرسة على الهواء مع مسترحنا السعيد وكل الكرول اللي هنا يا جماعة وشرف لي أنا أكيد كنت معاك وأتمنى كل الناس تكون استفادت من الحصة موسيقى اشتركوا في القناة